إذن فالأهلي أبدع وأمتع والأهلي في نهاية دوري الأبطال كما توقع في آخر اللقاء هنا لنا في السوديو بعد ما خلصنا الحلقة واتكلمنا على مشروع الأهلي في دوري الأبطال قال لي الأهلي في النهاية مبارح كابلنا مكالمة التليفون اتكلمنا وبركتله طبعا في البداية ومبركتله مرة تانية على هوا كابتن عمر الحديدي نجم النادي الأهلي دفنا النهارد في السادسة بسأل خير كابتن عمر مبروك على هوا تختلف بضع الله يبرك فيك اللي في كلوس كده في التليفون دي ألف مبروك طبعا تأهد من هذه الأهلي الله يبرك فيه بعد عرض رائع بتهيألي هوا الأقوى والأفضل الأهلي والمارسل كولر في بطولة أو مشوار الأهلي في بطولة دوري الأبطال السنة بص تعالى بالمكار هو مستر كولر كولر بيلعب العالم كله مش بيلعب من الأهلي بس بفكره بأسلوبه بسيطرته على مجرية المباراة مبارح يمكن أنا أتكلم مع حضرتك في جملة كانت ما بين أفشا وعبدالقادر يعني لو انتهت يبقى جون عالمي يتحسب لبطولة أفريقيا أن أحلى جون من حيث الاستحواز والأداء والتجميع والانتشار والتجانس والانسجام يعني هي كانت محتاجة من عبدالقادر توجيه وليس قوة بس كده هو حب يعني يضمنها هلك أنا هقطع الشبكة يلا هارد لك عبدالقادر هارد لك نجوم الأهلي كلهم اللي اشتركوا في اللعبة دي أنا واحدة من أفضل جمل اللي تعبت في الموسم كله الحقيقة صفت العرض لقدم الترجي زهابا وعيابا بص هو الرجل يعني حسم المباراة فرادز دي كان إيجابيا أنه أول مرة في تاريخ النادي الأهلي عملها موسيباني قبل كده موسيباني كسب الترجي راح جاي سنة لفاق نسخة لفاق بس مش تلاتة كسبناهم تلاتة هنا هنا هناك لا مفيش فرقة عربية دي أول مرة تحصل في تاريخ أكبر خسار الترجي خسار الترجي في ملعبه إيجابيته أنه هو حدد هو محتاج إيه من المباراة شحن لعبته كويس وصل المعلومات اللي هو محتاجها من لعبته خد من لعبته أكبر جزء كبير في رادز من الأداء اللي احنا شفناه هنا وفر كتير على الضغط على لعبته في أستاذ القاهرة كان بيستعمل رغم كتير قوي من مجرد أن قارة التشكيل خافت على حسين وخافت على هاني وخافت على حمدي فاتح وخافت على مروان الراجل مش بيكايل بميكالين في أداءه أو في محاضرته اللي عبت ندلقه أنا هلعب فولتين باستثناء إصابة كانت موجودة للشناوي ربنا يشفيه وعفوه ورجع بألف سلامة فأنا دخلت عليه لطفي هو الفترة اللي جاية هيبقى بيعمل روتشم فأدق الحدود إنه أبقى بحافظ على عبتي عشان عيني على البعيد يوم 4-6 وفي نفس الوقت أنا متكمل في الفترة اللي جاية في 3 مباريات اللي هيتلاعبه قبل 4-6 إن أنا أبقى إيجابي إن الماتشاط والمكسب بيجيب مكسب سمة المكسب اللي بيلعب بها كولر مع عبت النادي الأهلي إن الراجل على مدار حياته خلى النادي الأهلي اللاعب الأوحد إحنا مش عارفين اسمه هو كولر رقم 10 كولر هو اللاعب الوحيد اللي بياخد 10 من 10 لعبت النادي الأهلي مستواها بقى في الارتفاع هاني وتاو ومروان اللي هيقله طريقة اللاعب اللي هو بيعرف يشتغل بها دلوقتي حسين الشحات اللي جاية من بعيد ياسر بريم اللي جاية من بعيد مجموعة حاجات مكسبها بيترجم لكولر دلوقتي من أداءه وانسجامه وقرأته للعبت النادي الأهلي من أول لما جه وبتزداد دلوقتي بنقول إذا التناغم اللي عبت الأهلي بتزيد في المعيار وفي المعدل البدني والأداء هجيلك للجاي كمان لأنه يعني بدايتها طبعا بمطش أمبي في الدولة إنه ده أفضل هيكون أفضل استعداد واحد طبعا أنك إنت تحفظ على صدرتك إنت تغرد منفردا وأنا هفكر جميعين الأهلي بجدول الدولة لأنه هم غالبا نسيوا يعني لكن طب منكم رغبة بتاعاتنا يعني لفترة مش قليلة لكن الأهلي مزال في الصدرة لكن عايزة روح الأول للترجع للوداد وسان داونس كنت متوقع فوز الوداد أو تأهل الوداد لمواجهة الأهلي في دولة الأبطال بص تمالك فيه ناس كانت بتعلق على تدوين المدير الفني للكلام أما جريده لما مستر كورر بيمسك الورقة والألم يعني ويعود يكتب مراحلات بيقول إيه الراجب بيقرأ حاجات من المباراة ويشتغل عليه إحنا شفنا كلام ده ففاند بروك المدير الفني البلجيك اللي ماسك فرقة ده رابع مدير الفني بالمناسبة يمسك الوداد الموسم ده الهدوء اللي كان فيه وعدم انفعاله في مباراة الوداد بلجيك مش بعيدة أو عن سويسرا يعني المدرسة مش لينكن بلجيكي في حاجات كده بتقرأ مش لينكن بلجيكي بلجيكي ولا تطلياني مش عقب أعتقد بلجيكي بلجيكي السويسري كان فيلر وكولر الراجل وهو شغال وهو بيغير في شكل رغم المسافة البسيطة اللي كان متواجد فيها مع فرقة الوداد شرصة لعبة الوداد تديك بنسبة ما فيش حد كان يتوقع أو كنت متوقع لا ساندونز كنت متوقع ساندونز ما فيهش كلام بس الراجل ده لعب على الحاجة مهمة أوي أوي ما يخش فيه جون كان بيخش في المباراة بسرعة ما بيخش وقت فيه ناس بتقفل تملي اللي بيلاعب ساندونز بيقفل بعد الهدف عشان هم بيعرفوا ينتشروا كويس بس في حاجتين ساندونز هو بيلاعب من نادي الأهلي في المباراة اللي قبل كده اللي الناس مش عايزة تنساها درجة الحركة تعالي قوي دلوقتي درجة الحركة في جنوب أفريقيا سبعتاشر ستاشر ستاشر تمنتاشر هو الجو الملائم لشبيه الجو بتاع مصر تمام وانا بيعرف انتشاره وجرأته وعدم خوفه والضغط بيستحوازه على أداء وأماكن في الملعب خلى الضغط موجود على فرقة ساندونز انا مش عارف ريها كابتن عمر هل أنا الوحيد اللي كنت شايف انه ساندونز دفاعيا فريق سهل جدا اختراقه سهل جدا انك انت تسجل فيه على ملعبه برا ملعبه يعني الناس لها تمام هو فريق هجوميا شرس جدا بس أيها دفاعيا احنا بنتكلم في الجزء من نص الملعب او اللي تحت الفراودة مع الفراودة اقصر من هيلين الجزء الدفاعي حتى التمركز للهدف التاني لو خدت بالك هدف تاني هم اللي حطينه في نفسهم ما هو ليه خطة دهرة ما بيجي يقف احنا مش بنعدل ولا اي حاجة بس بنقول الوقفة الوقفة ليك انت بتبقى شايف طرف الكرة وجسمك مالك الفراود ومالك الكرة ما بتبقاش باصص بجنب بتبقى لو الفراود التحم معك يخرج برا اللعبة هو الراجل رايح بسرعته ما يقدرش يغير تجاهه ده لو فراود مش هحطه مش هتيجي مش هتيجي القريبة حتى وليانز ما توقعش ان هو ممكن يخرج ويدي بوكس ويرايح دماغه في الموضوع كله هي كانت بمثابة الطلق في الجهة القريبة من المارمة خلص خرجتك برا التركيز حتى الراجل وبيوحرز الهتف وبيوحرزه على الارض حطت ايده على رأسه انه خلاص الموضوع خلص دخلنا في الدهاء الاخيرة وشمال افريقيا احسن فرق تستحوز على الضيع لك العشرة والخمساشر ديئة اللي هم يوصلوه لبرى الامان اللي هي اتنين اتنيني انا سعط وساندونز مش موجود ايه الفرق بين الوداد السنة اللي فاتت والوداد السنة دي من وجهة نظرك اذا كنت فرجت على مطسطو يعني او تبعتو هقولك على حاجة بقى عنده اطراف يعني ونجم واحد وثلاثين سنة ونجم وحميد احداد احنا شوفنا حميد احداد حميد احداد بالمناسبة والشراصة هم التزديد من المسافات لا بقم جوه السندوق دلوقتي بقم ايجابين او جوه السندوق انك انت بيقولوا ان انا بضل للمدفعين والمرتد بالنسبة لي في ايجابية هي دي هي دي السيد الحمد مهمة جدا مهمة جدا للعيبة خط ظهرن الاهلي والشناوي ما تعتمدش على عب منام ولا تعتمد على ياسر ولا هاني ولا معلول انت اطلع ورايح نفسك شناوي هو بيحط الكرة في السندوق ويرايح نفسه اي التحامات بقى ممكن يبقى المدافع وقف غلط الفيرود واخد مكان صح الالتحام بالقوة يكون الاولوية للفيرود اي في كل ده انت لازم تبقى شارس في الحتة دي ليه تدخل نفسك في السندوق مع انك انت لو خطم من بره تديم ساحة لحارس المرمى يكون الليبرول الشاش في الحتة دي بس بيستعمال ايده كنا بنقول على كولر في البداية انه معندوش خبرة في افريقيا يعني لسه مافهمش طبيعة المنافسات في قرط افريقيا مشواره في او نتايجه اللي حقق في دول المجموعات ما كانتش على يعني على مستوى المأمول او الجمهور الاهلي كان مستنيه بعد ما ما قدم يعني اوراعة ماده بقى رقمية كل اوراعة ماده كل دي اه لا ده عامر انا اعتقد ان احنا لو رجعنا المشوار كولر من بعد اقصائي وقارنان مشوار الاهلي في كل ادوار اقصائية قبل كده مفيش حد عمل ارقام دي لا دفاعيا ولا هجوميا لا برا الملعب ولا جوه الملعب فهل تقول انه يعني خد الخبرة هل تقول انه كولر فهم او قدر يفهم طبيعة المنافسة قبل واشن رحين على اهم مبارات طبعا في احنا بعتبر الوداد اهم مبارتين في الموسم كل بص فيه ثلاث حاجات كل رشتغل عليهم ونجح فيهم بدرجة امتياز دراسته دراسته لعبة الناد الاهلي دراسته لعبة الناد الاهلي كويس قوي وعرف ايه المطلوب منهم اما الراجل اعترف بكل احترافية ان انا ممكن اكون اخطأت في مبارات سانداونز وانا وارد ان انا اخطأ فانا بعيد نفسي بس الكلام ده مش هيتكرر ما تجي تكلمني ما تكلمنيش على الماضي كلمني على الحاضر يعني الراجل ما بينسى بس بيتعلم من الدروس اللي هو استفد منها وخد منها الخبرات دي نمرة ثلاثة قرأة المجرات المبارات سيبك من اللي ما انا بقرأة من على ورق او على سدهاية او على فلاشة ان انا بقرأة مباراة لا بعد ما بيخش باثنشر دقيقة بالزبط كولر بيقيد تاني فيتسا ان انا من ثلاثة خمسة اتنين الراجل اللي تبيلعب اربعة واحد اربعة واحد فكرته اسلوبه سيطرته اكتشافه اربعة واحد اربعة واحد تطبيقها في المعلومة اربعة واحد بس على ورق وانت بتتكلم على صبورة اربعة تلاتة تلاتة تمام الشكل العام اربعة واحد اربعة واحد لكن انت شايف انه انه بيرسيتا وقاليو ديانج حمدي فتح الشحات خلاص طيرين طيرين الخمسة الطيرين مروان هو بسيط النور اللي بيظهر كل خطأ المدافع يعني مثلا جهة هاني بيبقى تحت الكرة كويس مع حمدي بيبقى تحت الكرة كويس من جهة علي معلول بيميل كويس كل ده حتى المطش اللي فات والراجل هو تعبان وعنده دور برد مقدرش يستغنى عنه خد منه اكبر كدر ممكن وبعد كده بقى غيار هو الراجل دلوقتي انت محتار هو حسين ولا عبدالقادر تاو ولا طاهر قهربا ولا شريف قالو ديانج ولا السلية هاني ولا خلد عفتاح متولي ولا رمي ربيعة ولا ياسر إبراهيم بقى عندك حيرة المرة اللي فاتت أم غير علي معلوم خلد عفتاح باكلفت هو عارف يعمل ايه هو عارف الخامة اللي معاه أنا لقبته قبل كده هو مقص دار بيقص أو بيعمل البطرون اللي يليق على اسم مند الأهلي بيلبسك حاجة شكل كل مرة بينقلك الزي اللي يليق باسم الناد الأهلي هو مقتنع تماما ان جماهير الناد الأهلي دي حاجة خرافية نمرة اتنين هو حب ده فهو عاشق جماهير الناد الأهلي وجماهير الناد الأهلي عاشقته تفكر في التلات مطسط اللي جينا عندك في الدوري على ان هم كلهم في إطار البروفا انت أنا بحضر تلات مطسط اه طبعا يهمني اكسب ويهمني التلاتة بونت بس القصة مش قصة أداء تجاري او مش قصة ان انا اكسب بأقل مجهود ولا اعتبرها اعتبرها بروفا حقيقية يعني احفظ على فرقتي ورايح العناصر الاساسية والعب لعبة تجاري واكسب التلاتة تسعة بونت وخدت صدرت الدوري وقصة وانتهت ولا الانتهت ما تشده لا دول بروفا هلعب بيهم بسكواد او هحضر بيهم الاسكواد اللي هلعب بيه مطشط نهائي هفكر في ان انا لعب تسعين دي في منطقة القوة هفكر ان انا حفظ على العناصر بتاعتي وعلى مستويات العالية بدنين وفنين اللي وصلوا لها بسو الزعمة ده الراجل بيحترم الكبير والصغير ده واضح لكل الناس اقبصة مثل درب بعرض الحائط ان الانذار التالت ممكن يجي الحمدي فتح اللعب فول تيم المباراة اللي فتح ايو استغراب مدنا حمدي دي ما فيش حد قالك ايه ده لغاية اخر لحظة انت قابل المباراة بساعة ايه ده اللي ايه لتشكلات الناس على المستوى المواقع دي اللي هو بينفعل بيلتحل فيه تهور تهور سنة الراجل بقى هيعمل بلانس يعرف يربط كويس قوي انا محتاج حمدي قوي النرف ده انا عايز اتكلم فيه معك مهم جدا انت طبعا احتكد بشمال افريقيا كتير وعارف ان النرف ده ممكن يبقى في المباراة زي نهائي مع وداد يبقى يبقى مشكلة احسن واحد هيتكلم في دي هو مع حمدي منفردا يعني يعرف لا انا بكلام على عبت الاهلي كلها هاينا عبت الاهلي كلها طبيعي من الخبرات اللي موجودة من العبت نادله زي الشناو والسلية والاسماء الكبيرة وقفشة والناس دي وعلي معلول هم بيخرجوك عن شعورك بيحبوا يشتتو زهنك هم شطريت يعني افصت مثل مدرسته افصت مثل قال لك نفس المدرسة بس قال لك نفس المدرسة نفس الفكر نفس الاسلوب ان انا استحوز على نص الملعب والنقل للباس من رجل للرجل واعرف كيف اكون ايجابي في الفرص اللي بيجيلي في الصندوق اذا كانت كرة سابتة او تزديد اذا ما احنا شوفنا هنا كولر هيستعمل مثلا انا محتاج كهرباء قدي ايه في الاول بعدين شريف ولا ابدأ بشريف عشان ادخل افشاء على فكرة دخول الاربع خمس العيبة طب هاخد من عالي انا برضو محتاج ان انا مغلطش غلطة موسيماني ان انا وانا شغال مع افراقيا بصص على الملف بتاع الدور العام وعايز انهي هي مش بروفات هي انسجام مع مجموعة اللعيبة اللي هتبقى موجودة من هنا لغاية مباراة الوداد ادخله اخليه في الصورة متولي ياخد بيحضر هل رايح محمد عبد المنعم هل ادي للخلد عبد الفتاح ادي كوكا او ادي محمد اشرف قد لديانج وقال للمروان عشان مروان ما يبقاش مستهلكة قد لعمر الصلاة والطمن عليه من اصابته ايه طيب تعالوا نبدأ بماط شايمبي تعالوا نبص بصة كده على الدوري اللي احنا نسينا احنا وقفنا فيه لغاية فين والامور التطورت فيه ومين اللي بينافس ومين اللي بعيدة عن المنافسة بس قلنا نروح لفاصل ونرجع نفتح ملف مشاركة الاهلي في الدوري المصري طيب تعالوا نقف شوية مع ملف الدوري ونشوف كده الاول افكركم بشكل المنافسة اذا كان فيه منافسة يعني اشوف الحقيقة وانا براجع لارقام كده وبشوف جدول الترتيب لقيت انه لا يعني هو تقدر تكون منافسة تحت اكتر منها فوق فوق الدنيا بعيدة جدا 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 وان كان ده لا يمنع انه حتى لو انت ان شاء الله بإذن اللقب قريب جدا منك انك تخلص بدري بدري بداية كابتن عامد شايف المنافسة ازاي على لقب البطولة هل الاهلي بيواجه منافسة حقيقة او خطورة فيه شايف انه فيه حد قريب او لا اقول لك على حاجة يعني انت الوقت مثلا ما بتكلم عن نادل اهلي نادل اهلي يعيب 21 مباراة اللي تحتين مباشرة فيوتشر 27 يعني انه بتكلم في 6 ماتشات 6 ماتشات ان شاء الله مكسب النادل اهلي ب18 بونط 18 بونط على وجودك 53 يعني تتكلم في 71 هو كده فيوتشر فاضله يعني خليين تبا انا اقول لك حاجة تعال هنحسبها انه بيرامدز لانه بيرامدز دي مطش مطشين اقل من من فيوتشر من فيوتشر صح 25 هيلعب النهاردة مباراة مع غز المحل صحيح تمام بس ده الاسبوع 29 انا عايز اوصله 27 زي بيرامدز زي فيوتشر 27 يعني هنقول لو كسبهم يوصل ل54 بونط صح كده قويس ولا 55 لا هو دلوقت 49 هيا قد 55 55 بونط 27 يعني بفضله سبع مطشط على نهاية الدول صح سبع مطشط 21 بونط يبقى اعلى حاجة ممكن يوصل لها بيرامدز 21 يبقى 76 بونط ده لو كسب كل مطشط المتبقية انت فضلك 13 مباراة 13 مباراة يعني بتكلم في 39 بونط 39 بونط يعني بتكلم في 53 62 92 نقطة يعني فرق بينك وبين بيرامدز تفنش الدوري قبل لو انت كسبت كل مطشط وكسب كل مطشطه ده معنانك انت تفنش الدوري بفرق 16 نقطة يعني 5 مطشط قبل الدوري ميخص 5 جولات ده انا بكلم على الاقرب منافسين لنا انت بتكلم الاهلي لي في المجموعة البصادي 39 بونط يعي ده عدد فرق موجودة في الجدول ده اكتر من نص فرق ده لا هنقول لك مقولين والاتحاد مقولين والاتحاد من الرابع للأخير 40 بونط 40 بونط وفيه فرقه 37 يعني انت انت بتكلم سبك من 53 انت بتكلم في العدد المتبقي يعي 39 بونط يعني انت بتكلم في الخامس هو ده شو بقى الراجل اما ربط افريقيا واعتذاره عن ربطة الاندية واعتذاره عن البطولة العربية فكر في افريقيا والدوري والكاس والسوبر واللي حققه هو عارف ان لعبته كان مسيمان الاول بيكلم على 15 انا اقول لك حاجة نسمع وجهات النظر كلها يمكن مع يعني مع مع فرق في بطولتين من حيث الاهمية ومن حيث المستوى المنافسة ومن حيث قيمة الجواز ما بين كاسر ربطة وما بين البطولة العربية بس كاسر ربطة فيه ناس كابتقول مثلا انه وليه لقى ملعبش بالساكن تيم او اللعبة اللي ما بتلعبش بشكل كبير مع الفريق ومعهم مجموعة من الشباب اهم يخشوا في بطولة واستفد اشوف العناصر منها اللي ممكن اعتمد عليها او استفد منها ده احنا كفكر داخل النادي الاهلي او فكر كولر داخل النادي الاهلي اما الناس ما لايش دعوة النادي الاهلي خسر المسمى النادي الاهلي مش المسمى الافراد هو الراجل عايز اكبر كدر من اللعيبة تكون مركزة ومستوعبة وفيه نسجام ما بينها وما بين بعضها الراجل عايز بدلا من يبقى 14 يبقى عندي فرقتين الواحد وعشرين والتنين وعشرين اللي عايب جهزين بل الخمسة وعشرين ما كانش نفسك تشارك في البطولة العربية لا طبعا نفسي شارك عشان اخذ ما هو انت هونا اللاهلي كده اما بيشارك ما بيحبش يبقى وصيف احنا جلنا مرة كنا بلعب في افريقيا في البون في نفس وقت بلعب في تونس بفرقة تانية احنا كنا وصلت بنا كده عندك فرقتين كاملين جهزين انت كمدير فني تحتار تلعب مين بتاخد رأي جهازك الفني انت مش قدر تقول كافة الميزان رحل مين للخبرات ولا للشباب الاتنين مع بعض اقدر اربط مع بعض اقدر اعف وانا شغال الروتشن التغيير اللي الناس كلها اعترض التعليف الأول هو بيقعد يعمل روتشن كتير مش هيسبت فرقة دلوقتي انت بيطمحتار ان الراجل عنده كم من اللعبة وفر تنجوم النادل أهلي بتحل الغاز المباراة وفر تنجوم النادل أهلي ما بيقول درش اقول بودلاء النادل أهلي ما عندهش بودلاء وفر تنجوم النادل أهلي بتحل الغاز عندك احنا لما كنا بنكلم على مركاته مركاته وسوق انتقالاته صفقاته شي مهاجم وشي جناح وشي صناعة على العام وزي اللهم قال على الهواء أنا ما عنديش الفرود الأوحد اللي يجيب لي أنا بختار وفكرت في برستاو وتعور حلها كولر ده حلها ببرستاو وحلها بحسين وحلها بحمدي فتح وحلها بقالو ديانج وحلها بكهربا ده كهربا ده فيلم الوحده مع كولر قالك الفكرة المجنونة جات لكولر لنرعب كهربا وكهربا رده له نفس الفولت قال له أنا أعلى حاجة أنت هتشوفها بقى الناد الأهلي عنده قصر تهدفين القادمون من الخلفة الغير مراقبين زي حمدي وقالو ديانج ومروان وحسين وعبدالقادر وتاو بس هنقول كهربا حنا عارفين وتاو تاو اللي كان في حتة تانية والناد الأهلي يعني الناس كلها ونبض الشارع بقولك تاو هيبقى من ضمن المتغيرين أو من ضمن اللي هيحصل لهم انتقال في حتة دلوقتي العروض بتجيله ما نقف زماتش وبقى إيجابي بقى في الجماعية أقصر من رائع بقى بيخدم على كهربا وبيخدم على نفسه بيخدم على حسين الشحات الراجل بياخد الناس كلها وصف زحمت في حتة تانية الناس كلها عارفة ان الهدف بتعناد لها لكهربا بقى بياخد كهربا عشان يوسع الحسين بقى ياخد كهربا عشان حسين يشتغل على تاو بقى بيفكر في كل دولية ميسكو مان بقى بيفكر في حمدي فتح وقالو ديانج عنده حلول أرجع للدولة تانية شايف شكل ابو نفسه فوق ازاي يعني الترتيب ده مش بالنسبة لك منطقي أو طبيعي ولا ولا في للناد الاهلي لا انا بكلم على الجدول عموما يعني انه الاهلي يبقى وراء فيوتشر يبقى وراء بص هو علي مهر كان زاكي جدا ما احتفظنا بالألقاب علي مهر خد اكبر كدر من الممكن من الدور الاول فبيحصل ده دلوقتي هو علي يلعب معك ولا علي يجي بعدك لا يجي بعد بسلعب مع بعض طبعا طيار الحصان يعني ما فيهاش كلام يعني من اللعيبة كان بيلعب في وفت الساعة وانجريت وفيرو ده لعيب هاي كنت لعب عليه من في ماتشاط وانا مشير ياخد علي انا اخد محمد ادريس او العكس لأ لعيب كبير طبعا متعب سبرينتر ولو سبتله المساحة ان يعدي لا يعد والعب هوا لا ما انا لا انا لا الحمد لله رب العالمين يعني اما كون بتبقى في التمرين مين كنت بتعمل له حسابة كابتن عمر وانا برا نادي الاهلي طبعا ما حتفظنا الرقاط حسابة 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 لا لا كابتن حسابة في حتة لازم تحط على فوس راسك كابتن رمضان ما تسرحش سانتي كابتن محمد رمضان كابتن ايمن شاوي لو سبتله مساحة الفراشة الطائرة بيقف في الهواء يعني لازم تكون نفس اللي داخل مع كابتن ايمن في حد بقى يعني لازم ما تسبلوش مساحة ان هو يلف ويشتغل محمد صراح ابو جريش بريم المصري مصطف صادق في ناس كده المهارة دي من بادري كلمي على جيل برضو كان فيه لعيبة كرة يعني اهو كواليتي تاني هقول لك على حاجة كواليتي تاني بجد فيه لعيبة كانت بتحب تاخد فاولات يعني المصري بريم المصري ابو جريشة ابو جريشة اسمه عليها طبعا كابتن رمضان اه طبعا ايبان شاوي طبعا جيل لأ تخيل لما يبقى فيه فرود امنية حياته فاول في الحتة الخطر عشان اشتغل عليها مثلا زي عصام شعبان متعشبين الفاولي بقى بجون فانت بتتلاشى ده بتفكر في حاجتين رائب كويس قوي مدروش مين على الارض لعيبة كرة ابو جريشة ابو جريشة ابو جريشة ابو ريم مصري لا في حتة مصطف صادق لا 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 أكثر من هيلين يعني طيب كان ده شغل المشير حنف خليني بقى هارجع للدولة تاني عشان نبتديني بفوتشر فافتكرت علي مير فافتكرتك باللازم مضى بس اسمح لي هروح للفصل بس أخير وارجع تاني نكمل كلامي لو جيت قلت لك ترتيب أندية الدوري في الوقت اللي احنا فيه بنتكلم فيه دلوقتي في أول الموسم كنت هتقول لي لا انت طبعا بتقول أي كلام لكن الواقع بيقول انه اللي بينافس الاهلي على البطولة على الورق يعني على الورق لغاية اللحظة دي هم فيوتشر وبرامدز منافسة يمكن تبقى من بعيد لكنها مازالت قائمة لغاية لما رقميا أو حسابيا نحسم المنافسة دي كنت بتقول لي فيوتشر وفجأة بالنسبة لك اه طبعا انا قليسة بقولك الزكاء من كابتن علي مير لانا ألم في الأول فهحصل ده في الآخر مش هدخل نفس في حزم البرمد الوقتي لأسبوع السبعة عشرين وثماني عشرين ومنافس بعد مخرج من كونفيدرالية فكر بقى وركز حصل تخبطات بساكت بعدين فأتاني برامدز هو النفس القصير مش طويل قوي وبعد ما حصل ان هو كان بيتمنى ان يبقى في كونفيدرالية خرج بعد كده السوبر وكان الوصيف وظهر فالأهل حسم فده بتدخلك في حتة تانية في حسابات بقى شرق العيبة جدايات وبرمز لي ما يكسبش كونفيدرالية ولا مرة يعني كونفيدرالية اللي عندها اللي بتشارك فيها ما فيهاش ما فيهاش عتقولة أفريق ما فيهاش الترجي الرجاء مازينبي أنيمبا سانداونز الأهلي ما فيهاش أنا أريد لك أستح مادونا معك هنا لو الأداء اللي شفناه من برامدز ضد الناد الأهلي في السوبر ولا في الدوري بالأسلوب اللي احنا شفناه ده أعتقد كنخدر كونفيدرالية من برامدز من وجهة نظرك سيبك من قصة الأهلي وبرامدز هم بيلعبوا قدامنا هو فيه بيننا وبينهم بيننا وبين كل الفرق مش الأهلي الفرق كلها احنا بين الأهلي وبين كل الفرق كل حد بيلعبوا طب الأسد قدام الأهلي بيستقصد لأنك تكسب الأهلي ده بطولة في حد ذاته طبعا يعني أنك تكسب البطل أنا اللي كسبت البطل دي أنت بالنسبة لك المباراة دي هي أعتبر بطولة في نفس الحد في النهاية هم بيتكلموا طول الوقت على الاستثمارات وعلى السكواد وعلى تحقيق لقب طب السؤال هنا ليه بيرامدز ماكسبش كونفيدرالية يعني ليه بيرامدز في ثلاث مواسم أنا سمعت أنه النادي اللي كسبهم اللي طلحهم بارك كونفيدرالية سندي نزل دولي درجة تانية في جنوب أفريقي اللي هو جلانتز اللي هو الجنوب الأفريقي دي ما رومه مش عارف جلانتز جلانتز لأفريقي صح كان العاشر ساعتها في دولي نزل دولي درجة تانية خلاص بص سيد الحمد أنت دلوقتي عندك طموح أنك توصل وتلعب وتأخذ بطولة وتحقق أسماء فردية لا تميل الجامعية ولو مالك للجامعية بدون هدف الجامعية في الحتة دي أن أنا بابقى عندي هدف وابقى موجود ونفسيات بتميل وبتتجمع على المكسل من وقع حتى في النادي أنك تستثمر وبتاخد يعني زي أقول من كل فيلم وغنية بتعمل تشكيلة أوبريت كبير لفرقة كاملة فيها نجوم كانت موجودة في أنديتها لا يعني التجربة دي بصرف النظر عن اسم البرامتز على كابتن عام أنا أتمنى أنها تتكرر يبقى فيه خمسة ستة سبعة في الدوري طبعا يعني الاستثمار نفسه الاستثمار نفسه الخاص الدوري يفرق كتير ويا سلام بقى ويا حبزة وإنت تعرف الكلام ده كويس قوي يعني بما أنك كنت يعني عابت في عندها كتير وأعتقد كلها جماهيرية لو تحصل مع عندها لها ظهير جماهيري يعني يعني لو التجربة الاستثمارية دي يعني اتكررت مع فرق عندها المنصورة مثلا مع بلدية المحلة مع منتخب السويس مع إسوان مع الإسماعيلي نفسه مع أسوان مع أسوان مع أسوان مع المينيا فاهم عندها فيها مع الشرقية طبعا عندها عندها أعتقد تفرق بشكل كبير جد طبعا ما أنت حضرتك في الوقت ده أنت دوري هيشتعل من المنافسات والاستثمارات والنبيحات هيبقى فعلا عندك كم من الفرق اللي عندها استثمار وعندها من النجوم وعندها من الزخيرة وعندها من الأداء لارتفاع مستوى الدوري المصر وكل ده مستوى الدوري المصر يعني إيه يعني إيه يعني إنه مستوى الدوري المصر يارتفع ترجمته إيه نحصود إيه بقى أنت عايز تعرف الحدتة دي النادي الأهلي بيوصل من الهدف الهدف التتويج الهدف بالأداء كل دول أنت هتحس أن الدوري المصر بحب تتفرج عليه ما تفرجش على ماتشاط معين ما تفرجش على أهلي وزي ما تفرجش على أهلي أهلي وبرمز أهلي وفيتشور تتفرج على كل المشروط عشان عارف انه بقى فيها تشويق وبقى فيها سيسبينس فيها إصارة انت عايز تتفرج على ده لعيبها مستوى تاني معناها تطلع مواهب معناها منتخب منتخب منو الجزيو هو موجود المنتخب كان مستفيد بكل المقيس ان الـ 11 و الـ 15 لعيبتوا النادل أهلي كلهم في المنتخب وكلهم بيشاركوا من 7 لـ 8 لعيب دي في حد ذاتها إذا كان منتخب الأولى ومنتخب اللومبي عدد أو وفرة النجوم في الأندية هتصب في المنتخب بأسلوب واضح جدا ان اللعيبة دي إمكانياتها بتعلي اسم المنتخب عشان نديها في حتة تاني صحيح تعال نشوف أرقام الأهلي طب بما انه في الصدراء الأهلي الليعب 21 فاز في 16 وهو أعلى فريق حقق ماكس ماكس اتعادل في 5 مباريات وهو تاني أقل فريق تعدولا يمكن الفريق اللي بيتخطأ من حيث التعادل الأقل هو الاتحاد السكندري ولا خسارة يخسر ولا مباراة ده ريكورد الكولر ليه 40 هدف وهو أكتر فريق أحرز أهداف وعليه 7 أهداف وهو طبعا انتحادكم شايفين أقل فريق يعني أقل فريق على نسبة تهديف وأقل نسبة لكل أهداف وأقل نسبة أهداف أقل فريق بعد منه أعتقد الستاشر اللي هو فيوتشر استقبل ستاشر هدف وتاني أعلى فريق تهديفا هو الزمالك 39 هدف ليه بلاس 33 هدف طبعا والنقاط 53 ورغم أنه أقل فريق لعب مباريات إلا أنه مازال في الصدراء 51 نقطة وللسالك حوالي من 7 ل 8 ماتشاط انت بتكلم في 24 بونت بتكلم في دوري تاني يعني عدد الماتشاط العدد إليل بس عدد النقاط لو هما تمام ماتشاط في 3 نقاط بـ 24 إن شاء الله الأهل يوصل الريكورد ده إنك بتعلي أعلى نسبة تهديف وأقل نسبة دخول مرمىك أهداف دي في حد ذاتها ريكورد اللي عايبة بتعمله المدير الفني بيحقق إنه هو مخسرش على مدار وجوده في الناد الأهلي حراسة المرمى وخط الظهر بيعمل نفسه ريكورد إنه هو ما استقبلش العدد بسيط في نفس الوقت أعلى نسبة نقاط وحسم البطولة قبل نهاية الدول بخمس ماتشاط صحيح متعقع إنه الترتيب النهائي أنت كده أهلي فيوتشر تشامبيونز ليج بيرامد الزمالك كونفيدرالي متعقع إنه علي مش هيسيب علي مش هيسيب أنا همسك فيها مش هيسيب علي ماهر طبعا علي ماهر مش هيسيب همسك فيها دي بتودي علي في حتة تانية أنا جاي منين واشتغلت إزاي وكت أنا المترشح من سيكت في فيوتشر اشتغلت وحققت جهاز الفني والتعاون بمجلس إدارتي حققت عملت الصورة من نفس منهج النادي الأهلي بس بأسلوب هو ابن من أبناء النادي الأهلي وتعود على البطولات فبيضخ السقة دي في لعيبته اللعيبة بتاعته على قد ما هو بيختار هي دي اللعيبة اللي الإنسجان بتاعه بيليق عليها معاشرته برة في قتلتك وموجود وقعد علي ماهر بيشتغل كويس وأحلى حاجة أنه بيشتغل في هدوء ولا تسمع تصريح ولا تقول أنا جبت ولا وديت هو شغال في حتة هادية فرقت معها الجملة اللي هي بتاعت خسارة المتشاط لأن اللعيبة عندك كان خد الإنذار أو كان خرج من المباراة باستبعاد من ثلاث نقاط أو ست نقاط كانوا موجودين عنده هي حاجة إدارية بس في نفس الوقت علي ماشي زي ما هو جهازه معاونيه محمد عبد الكريم وكوكا الأداء نفسه في انسجام ده بيوصلك لمجرالية بالزبط بيرامد زهو الزماج متوقع ولا تلاقي ممكن يحصل مفاجأة أقول لك الحاجة المفاجأة اللي بتحصل إنك أنت تتعصر عشان أنت ربط على نفسك إنك أنت موجود في الأربعة الأوائل أو الخامسة الأوائل ممكن تلاقي الاتحاد في حتة وممكن تلاقي المقولين في حتة المكساب يا سيد أحمد التلات مطشاط أو المطشين بستة بونت بتهقلك عشان أنت بتلعب على المكساب بستة بونت في نفس الوقت بتبص على نتاج الفرقة الأخرى ما يمكن تكون بلعب لصالحك أهم حاجة أنت تأدي أنت تبقى إيجابي أكسب التلاتة بونت التلاتة بونت لو بسط على بقية المباريات اللي بتقرب منك تعادل بتستبعدك خسارة يبقى بستة بونت تلاتة مكساب وتلاتة للفرقة اللي هي ما حققتش المكساب عشان بتجري وراءك أداء معين كده كل واحد بيحسبها وراء الألم كل واحد موجود في الخامسة الأوائل أو الستة الأول بيكتبها وراء أو ألم التلاتة بونت الدول هيوصلوني فين المنطقة الدفئة أنا عايز أخد كده عشان أريح نفس اللي تحت هلم بسرعة ده أنا ممكن ماتش تلاعي على الجيش أكسب تسعة تلات ماتشات أهو تلات ماتشات بتسعة بونت أوصل في حتة تانية أوصل الأخبعة وثلاتين نحن من المركز القبل الأخير تلاعي على الجيش هتخد دي أنت بس لغاية سموحة والله كمان وفرقه مش بعيد يعني فرقه في مركز السابع تتكلم ستة وتلاتين اه سبعة وتلاتين بونت أنت لو أربع ماتشات تلات ماتشات بتسعة بونت الخمسة وعشرين بقيت أربعة وتلاتين بس ده معنى برضو أنه ماتشات في آخر الدوري هتبقى ضرب نهار طبعا يعني يعني حتى اللي تحت ده خالص ما يعني بقى كل في كل الدوري الدوري نقسم لأربع ملفات ملف الحسم والأهل بيحققوا ملف أن أنا أحتفظ أبقى تحت الندل عشان أخش أفريقيا ملف أختار لي مكان عشان أبقى موجود في الكون فدرالية ملف التدفئة أن أنا أكون في مكان هادي ما أخدش في الزوبعة ملف إزاي أبعد عن المكان الخطر واخش وسط الكبار بس أبعد عن المكان الخطر دي فيها أكتر من نصف فرقة دورة كابتن عم حوالي سبعة أبعد أبعد تبتكنا محارس طلاق طلاق على الجيش البنك إسماعيلي غز المحل يعني لغاية 31 نقول وسيراميكا ما يخشش في اللعبة ده بين طلاق على الجيش مع 31 سيراميكا وأسوان زي بع بالزبط سيراميكا وطلاق على الجيش ده فقنا ما بين الاثنين ده لعب 27 ده لعب 28 يعني سيراميكا وأسوان وغز المحل والإسماعيلي والبنك الأهلي والدخلية وطلاق على الجيش تقل نقطة ماتش واحد مكسب يشكل باللي غير لسه أقول لحضرتك المكسب ده الثلاثة بونت وأداء الفرق الأخرى أو نتائج الفرق الأخرى تحفزني وتوصلني في حتة تانية بثلاثة بونت مكسب وهم يلعبوا بعض يا إما بالتعادل يا إما أبو الخسارة أنا كذبان أنا وصلت في حسن أسود في الدوري السندي يعني أو المنقسمة بين اتنين للتحاد والمؤولين اتحاد المؤولين أفضل مدير فني لفت نظرك في الدوري السندي كولر كولر طبعا مش والله مش حيزن للنادل أهلي أنا بحب المدرسة دي سبت الانفعالي والهدوء والفكر والروتيشن اللي بحيحير النقاط كلها في السعودات التحليلية الراجل عنده فكر بان بمدة بسيطة قوي كمية تلاقي مع النادل أهلي هو ده المشروع فعلا اللي فكر في مجلس الإدارة من أكتر الحاجات يعني بتهيألي إنها بصة جمهور ناديل أهلي مع مارسال كولر هو إنه الراجل مدرك لرغبة أو تطلعات جمهور ناديل أهلي في شكل الكرة للأهلي أو شخصية الأهلي ممكن تبقى إزاي يعني جمهور ناديل أهلي يحب ويعشق المكسب والبطولات لكن يحب مع ده كمان إنه يشوف الأهلي مسيطر مهيمن مستحوز هو عمل ده يعني مستر مسلماني طبعا واحد من أنجح مدير الفنين يشتغلوا مع الناديل أهلي كان بيقدر يعمل ده كان بيقدر يكسب وكان بيقدر يجيب بطولات لكن كان دايما متخذ عليه فكرة الكرة الهجومية وإنها واحد دفاعية كولر قادر يعمل معادلة دي قادر يقدر كرة هجومية بشكل كبير جدا وبيأمل حتة دفاعية وبيأمل صلابة دفاعية كبيرة جدا معادلة دي مش أي مدير فني برضو هقول لك الحاجة الرجل بيقول لك أنا سقف طموحاتي للمكسب وتحيي البطولات أنا عايز أنا ما عنديش أي بطولة أشترك فيها غير أن أنا عايز أحققها الرجل وصل للعيبته كده يبقى إزاي اللعيبة بتاعته مش هتبقى عندها الناشوة دي وعندها الهدف ده شرصة الناديل أهلي هجوميا واضحة رغم أن كانت الناس كلها بتتكلم إزاي الأهلي هيجيب فرود كويس عشان يكون من أنصف فرص حقق أهله الكهرباء بنسبة 80% في نفس الوقت حتة دفاعية عدد استقبال أهدافي إزاي أكون أنا أعلى نسبة تهديف وأقل نسبة أهداف تخش مرماية ده معدل ده شغل مدرب الربط والجمل اللي بنشوفها دي ده شغل مدير فني طبعا من أول لحظة تعرف المدير فني شاطف الكوار السابتة الكوار السابتة مش التحضير طول عمر الناديل اللي بيحضر بيحضر بإيجابية وعنده من اللعبة اللي تعلي كافة الأداء ده أختلف معاك أختلف معاك طول عمر الأهلي مستحوذ يعني طول عمر ما تشوف في كل إحصائيات الأهلي مثلا في الاثنين سيزن اللي فاتتقدر تنكر إنه الاثنين سيزن اللي فات من أنجح المواسم على مستوى النتائج والألقاب والبطولات للأهلي يعني إنك أنت تاخد في اتنين بطولة دوري أبطال وتاخد اتنين سوبر أفريقي وتاخد اتنين برونزايا في كاس العالم ونت بتلعب مع الكبار يعتبر إنجاز طبعا كنت دايما الأعلى في فكرة الاستحواز أعلى في عدد التمريرات في دقة التمرير لكن ما كنتش إيجابي أنا آسف يعني أيوة طبعا يعني كنت بحس إنه إحنا كتير جدا من البصات دي أو كتير من نسبة الاستحواز دي في نص ملعبنا كتير من الكوار دي بترجع الورا لكن كنتش عامل ده بإيجابية زي بيعملها مستر كول اللي هو بصنا الأول كنا بقولوا الاستحواز دلوقتي الاستحواز والانتشار والإيجابية على المرمو يعني لو جات لك 4-5 فرص كولر إيجابي في 3 يعني مع إنه بيصحح أخطاء فرودته أو عدم استغلال الفرص إنه دلوقتي بيستغلها الحاجات اللي فيها الشكل الجمالي اللي إحنا متعودين فيه الوان تو والتيك أوفر والدابل بس والوان سري والوان سري والحاجات اللي أخطاء فرلابل النادي الأهلي متعود عليها انت لقتي بيت بتشوف هاني حتى بص يا سيد أحمد لو أنت بتتكلم عمدير فني ارتفاعه لمستوى الأداء الفردي اللي ظهر في الفترة دي مكسبه هاني تاو مروان ديانج المنافسة اللي ما بين حسين وعبدالقادر المنافسة ما بين كهرباء وشريف المنافسة ما بين السلية ومروان وديانج وحمدي حمدي كان دوره هو مروان إزاي يطوره أنه يبقى إيجابي والحطة الهجومية تكون بإيجابية أن الغيار بالنسبالي بيعليلي كافة حمدي فتحي وراء لنا عملها ماتش الترجل أخرين ده لما عمل تلت تبديلات نزل السلية واربع تبديلات نزل السلية وقفشة وخارد عبدالفتاح في ناس بتحقود على كولر موضوع أنه بيغير متأخر دايما لا بس لازم الناس بقى تتفرج وتعرف كولر بالشغل ازاي كولر اللي غايت من الديئة تلاتة وستين لديئة سبعين غيرات كولر الببان عمره ما غير بينه الشطين أبدا إلا مرة واحدة بس لعب اتنين فرقودة كان شريفه كهرباء أما هو تمالي من الديئة ستين للديئة سبعين هو بيجر الفرقة للاستهلاك البدني بعد كده بينزل بقى الناس اللي عندها الفكر والشكل الجمالي بيرسي تاوب بيتقلقه بالمهارة الفردية حسين الشحات بإيجابيته على المرمى حمدي وديانج والضغط اللي بيبقى من تحت الكهرباء يوم منزلك دم جديد طاهر الحصان الجراي عبدالقادر المهاري الفاز أفشا المعلم الرتم اللي بيتحكم في رتم المباراة كل الكلام ده مهم مهم قوي ان الرجل بيعرف امتى يغير وبيعرف ياخد من العيب في الوقت ده قد ايه باخد من كهرباء رغم على جهزيته والراجل كان بيديله على فترات طويلة من الديها 65 بيعرف يستهلك الأمور الدفاعية وليستهلك المخزون البدني بتاع الفرقة التانية ويبتدي يشتغل بقى على إمكانيات لعيبته وارتفع المستوى البدني لعيب تنادي الأهل بمناسبة كلامك على الفيرود من شوية وانت بتتبع دولي عبطال أفريقيا فيه فيرود لفت نظرك آه فيرود الوداد الأصمر الأفريقي وحش لا بس هوليك على حاجة فيه فيرود بقى اسمه لو جات له أربع فرص يجيب خمسة شلوليلي بيتر شلوليلي بتاع جنوب أفريق فيرود فيرود بمعنى الفيرود بمعنى الكلمة اسمه بتاع الوداد بيتر سامبو سامبو جاله شد وغير وكان بيبكي وهو خارج أما بيتر شلوليلي فيرود فيرود ألعب هوا تسداد تمركز في الصندوق استعبال ودورانات فيرود بمعنى فيرود شامل وفيه فرودة بتعجبني يعني محطة حمزة خابة محمد علي بن حمودة الفيرود بتاع الترجي بس مع محمد بن رمضان كلاعيب تحت الفيرود ويبلغ من السن 22 سنة لعب كويس وإجابة عن مرمى الشهدي اللي هو اللعيب أو الزهدي اللعيب اللي هو الصغير لتحت السن هنشوفه في كاس العالم بتاع أرجنتين هايبقى موجود اللعب الماطش اللي كان في القاهرة هنا مع أنيس البدري لعب كويس طيب هروح للماطش بتاع أمبي مين الوجوب اللي تستاهل إنها ترتاح وشايف إنها محتاجة تدخل في حالة أو مرحلة تجهيز واستشفى كده قبل ماطش الوداد ومين الوجوب اللي يتمنى كابتال عامل حديدي إنه هما ياخدوا فرصة في ماطش أمبي هولك على حاجة الحتة بتاعتخط الظهر دي محمود بقى والانسجام ورامي وهو راجع محمود متولي ورامي ربيعة تتمنى تشوفه آه طبعا رامي ممكن يبقى بعيد شوية لأنه راجع من إصابة فبتهادي يعني بسم الله ما شاء الله اللعيب اللي بييجي من بعيد قوي بيبقى حاضر أهم حالكم بركز وقصدش طبعا يعني أنا يعني عايزه يخش مفيش لعيبة رجعت من أو طلبتها الموسم دي جاهزة بزيت في خط الظهر احنا بتدي ناب الراجل كتف الأول موسم لو تفتكر منعم ومتولي منعم ومتولي بعد كده ومتلك أحسن اتنين بيحضروا وكيبية الراجل لا يفضل وبعد كده منعم ويسر فترة وبعد كده منعم وربيعة فترة وأعتقد ربيعة لعب مع عبد المنعم بعد كده يسر وعبد المنعم وبعد كده يسر عبد المنعم لكن أصدل محدش جبته وخزلك كلهم أتمنى أن يبقى من حسابات كولر طبعا أيمن أشرف الهدوء بالنسبة العلي معلول أنت محتاجه يعني حتى لقول محمد أشرف يريح يعني أخذ منه وغيره يعني حتى لو أنت عايز تتديله شوت عشان يبقى موجود وداخل فورمة الماتشاط هتتديله مثلا نصف ساعة ولا شوت ويبقى الغيار ده ما فيش مشكلة خرد عبد الفتاح وجوده برضو مع هاني أنت عايز الاتنين يكونوا موجودين السلية عشان تتطمن عليه ودي نقطة مهمة جدا أن نتكلم على السلية يا جماعة اللي بيتفرج على عمر السلية نجم كبير من نجوم الندقال ومنتخب مصر الراجل لما بيبقى زعلان بيبقى زعلان على نفسه من الزعلان النغير زعلان على نفسه أنا بزعل على نفسي عشان أنا عايز أبقى كويس عايز أرجع تاني عمر السلية اللي تشكيل الناد الأهلي بيتحط عليه أنا رقم واحد يتحط عليه عشرة العيبة فالناس أما بتشوف لقطة زي دي عمر مش من الناس اللي بتطعمس وليه شك بس أنا هقول لحق حاجة يعني شريحنا برضو في الآخر بشر ما فيش ملايكة من حق اللاعب إنه يزعل إنه يتغير كل اللاعب نفسه يلعب في الملعب يفضل في الملعب طول بقية لكن اللي ممكن يبقى مرفوض من وجهة نظر الجمهور هو إنه يعبر عن ده بقي شكل من أشكال طبعا لكن من حقه طبعا ما حدش هذا يلوموا إنه يزعل طبعا إنه يطلع بره الملعب أو إنه ما يكونش موجود أساسي في التشكيل وبالعكس أنا بشوف ده فريق زي الأهلي بيبقى دافع عند اللاعب إنه هم يبذلوا موجود أكتر أنا ليه قلت دي يا سيد أحمد عشان إحنا تحطنا في مواقف زي دي فكنا بنقول نفسنا نلعب فمالعبنا الملامح دي يعني ده عتاب بني وبنفسي يا ابو ناس بتكلمك ده دي نقطة في مؤتقى الأهمية هتلاقي كلام أنا لسه بكلمكم النهاردة أخبار بتطلع إنه في صدام حصل بين مرسيل كولر وبين محمود الخطيب يعني الحرب النفسية المفتاحة اللي مطلع كلام زي ده في التوقيت زي ده هدفها فكرة إنه عقود بتيجي اللعبت النادي الأهلي ومين جاله عقده ومين جاله ومش عارف بالقيمة اتنين مليون ليه في التوقيت ده ليه يعني مين هيجدد مين هيمشي برضو ليه تفسد محور التركيز للنادي الأهلي في الفتر اللي جاله الكلام ده للجمهور لأنه زي ما الجمهور بنطلب يكون ليه دور في المدرجات إن شاء الله يوم 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 المصر يوم 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 وعي شوية في اللي بيتم حاولين نادي الأهلي جدا صفقات أكيد الأهلي أنا بقول لكم هو الأهلي ملف الصفقات طبعا مفتوح يعني هو دارة النادي الأهلي مش هتستنى ملموسم يخلص كولر محتاج كده اللي هيحضر إن شاء الله النهاية أنت اللاعب رقم واحد مؤذر لعبة النادي الأهلي أنت هيجي لك المشهد رقم أربعة استاد القاهرة في مبارات الوداد وساعة الاستاد كاملة فكروا بقى فكروا بقى النادي الأهلي يحسم الملف من هنا أنتوا لا تكل ولا تمل تشجيع من أول دي إلى آخر دي أنت عارف أن لعبة النادي الأهلي أنت النبض وأكسر الحياة بالنسبة له أنت العنان مركزة اللي يخرج منها لعبة النادي الأهلي بالمكسب أنت اللي تقدر تعمل كل حاجة أنت اللاعب رقم واحد إذا كان فيه نقاط أو حاجات تتمنى أنه ميستر كولر يشتغل عليها في الثلاث ماتشاط اللي جايين عشان يكون جاهز للوداد في المباراة الهائية إيه إيه اللي ممكن تقوله كابتن عمر أهم حاجة الكور السابتة لفرقة شامل أفرق اللي على مرمى الشناوي وخط دهر النادي الأهلي ده مهم قوي الشغل ده حتى لو في التمرين حتى لو في الشرح الأول قبل ما أتكلم كورة المطش ده نفسي أكتر بدني أكتر تكتيكي أكتر فني أكتر يعني لا هو بدني ودي أحد فكر كولر أن يعرف ياخد الفرقة في حتة معانا ويعرف ياخد من المباراة اللي هو عايز تكتيكي هو فكر اللي عبت النادي الأهلي داخل الملعب والإيجابية يعني أنت الفرصة اللي جات لك في مباراة الترجي الستروباس إيجابي حسين الشحات عايز نفس اللي حصل في مباراة الترجي الاربع ولا الخمس فرص اللي جم أنت استعملت منهم ثلاثة هدوء ستة ولا السبع فرص أزل خليتي بس يعني أقول لك الحقيقة من أحلى كور زي ما كنا بنقول على كورة بتاعت عمر السلية أفشا عبدالقادر كهرباء أقول لك من أحلى كور في المباراة أول خمس ده الكورة اللي اتعملت لونج باس من بيرستاو مرة واحدة كهرباء في العرضة في القائم بتاعت الترجي هنا الترجي هنا أول خمس دقايق أول خمس دقايق فيه كورة إيجابية لونج باس عملها كهرباء من الوضع فيه واحدة بعد الجون الأولية بتاع هناك برضو ما فسحك هيا لونج باس بس دي لونج باس من تاو مرة واحدة كهرباء برجله شمال في القائم محمد صدق الدبش ما شافهاش يعني بص اللي هجي لك تبقى إجابي جات لك ثلاث فرص استعمل أربعة ما تقولش جات لي ثلاثة استعمل واحدة أو اثنين لا اللي جي لك تكون إجابي بيها فكره كل أربعة هو مدرسة يتعلم منها مدربين مصر أنه بيختار الوقت اللي يعرف يعمل فيه السنفونية اللي يقدر يشتغل بيها في مبارات الوداد إن شاء الله سؤالي الأخير كابتن عمر الأهلي قادر يحقق السبعية الموسم ده سبع ألقاب سبع بطولات بإذن الله إن شاء الله مش جديد عن ناد الأهلي مش انتماء وولاء عصرنا الكلام ده وتبس فينا روح المكسب وبس الأهلي سقف طموحاته للمكسب مالوش إصدار شبع للبطولات عايز ياخد أي بطولة قبله فيه والمهمة مش مستحيلة كنا فين وبعيد فين وروحنا فين دلوقتي ومهم إن نحن نحفظ على إحنا فيه ونبقى أحسن في اللي جاي وخصوصا إنه اللي جاي أصعب وأطول مبروك مرة تانية كابتن عمر الله يبارك فيه نبع فين ببعض تليفون في تلات مطشاط بعد المباراة الوداد إن شاء الله بإذن الله شكرا جزيلا نجمي النادي الأهلي كابتن عمر حديدي على وجودك معنا وبارك لك إن شاء الله وبعد المباراة الوداد نبارك ونهني نبدأ بالترتيب زي كولر امبي ونخدم بالترتيب ومعند كدر وداية إن شاء الله نورتنا يا كابتن عمر حبيبا كابتن أحمد شكرا لكم شكرا لكم على المتابعة على كل خبنة قبل دايما في السادسة على شش الأهلي تحياتي لكم